هناك إجراءات ثقة لأنه حتى المندوب السوداني أمس في الجامعة العربية اجتماع المندوبين دعا إلى أن يكون الحل من داخل السودان أو الحل داخلي فهل هناك قوة ضابطة في حركة المجتمع حتى داخل المكون السياسي أو حتى من الحركات المسلحة التي أعلنت رغبطها في الدخول وجامع الفرقاء هي نفسها خارج السياق بالضبط يعني كيف يكون هذا الحل نابع من الداخل السوداني وأصابع الاتهام توجه لبعض الأحزاب المدنية بالوقوف خلف توسيع شرخ ورفع أيضا حدة التوترات ما بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش يعني من أين يأتي هذا الحل؟ هو بالتأكيد حضرتك المكون السياسي المدني في حالة انتظار وترقب وتربص لأنه لا يمكن الآن أن يلقي بكل أوراقه في مواجهة طرف على حساب آخر مكون المدني والمكون السياسي الحزبي والنقابات الهيئات التكنقراط وغيرهم والأحزاب بطبيعة الحال والطائرات السياسية المختلفة تنتظر ما الذي سوف تأتي به النتائج لأنه من المؤكد أنه حتى لو طالت أمد المواجهة لن تكون هناك عملية سياسية مثل ما هي موجودة يعني العودة إلى اتفاقية الإطار هذا عبس لن يحدث لأنه في كل الأحوال حتى لو عادت القوات المسلحة بقوتها على الأرض وتمكنت من إفشال كل هذه المحاولات وتحولت حركة القوة قوة الدعم السريع إلى حركة متمردة بالفعل وانسحبت إلى مناطق حدودية وبدأت تتدخل في خارج سياقها ستواجه بعملية أخرى وهي أنه أي مستقبل سياسي ينتظر السودان هل سنعود إلى عملية سياسية جديدة؟ هل ستدخل مجتمع الدولي ويفرض خريطة سياسية جديدة؟ كل هذه التساؤلات وبالتالي حضرتك لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار أخشى أن يتم وقف إطلاق النار من خلال أي مبادرة من المبادرات المطوحة اسمح لي أن أقاطعك دكتور طرف فقط لكي ننوه لهذه الصور التي نشرتها قوات الدعم السريع والتي تحدثت عن سيطرتها لمقر الأركان أو الأركان للبرية بالقيادة العامة إذن نشاهد ونتابع معكم هذه الصور التي نشرها ونشرتها قوات الدعم السريع بإعلانها السيطرة على مقر الأركان البرية بالقيادة العامة تفضل أستاذ طارق وبالتالي القضية حضرتك ليست لها علاقة بوقف إطلاق النار المبادرات التي خرجت خلال الساعات الأخيرة من إيجاد ومن المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي وأيضا مفوضية الاتحاد الإفريقي وأيضا من عدد من الدول العربية الوازنة السعودية الإمارات مصرم والتحركات العربية العربية أخشى أن يكون تأثيرها يمضي في إطار مختلف بمعنى حتى لو افترضنا سيناريو تفاؤلي وتم وقف إطلاق النار فستصبح المواجهة على الأرض بمعنى أن القوات النظامية ستكون موجودة على الأرض باعتبرها القوة الرئيسة حتى في المقابل ستكون قوات الدعم السريع في مناطق عسكرية واستراتيجية متعددة وقواتها وعناصرها على الأرض فمن سيفصل في هذا الإطار؟ إذن الحل ليس في وقف إطلاق النار لكن الحديث عن مقاربة شاملة بمعنى أن يكون هناك تصور شامل للساعة التالية لوقف إطلاق النار والاتفاء على مرجعية العمل السياسي وليس العسكري من بيده هذا الأمر حضرتك؟ وهذه نقطة مهمة هل هو الاتحاد الإفريقي؟ هل هو منظمة إيجاد؟ هل حكماء الأفارقة؟ طبعا كل هذه التحركات جيدة بالإضافة إلى التحرك العربي الوازن وأرى أنه هو الوحيد اللي هو بيد مع السعودية والإمارات والتحركات المصرية أكثر حول المبادرات أريد أن نبدأ معك من المبادرات العربية والدور العربي في وقف ودر ما يحدث الآن ويجري الآن في السودان المبادرات العربية يمكن تصنفها كالتالي فيه طبعا الربعية الدولية وذي تنخرج فيها الإمارات والسعودية إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة وهي عملت قبل وبعد ولديها إمكانيات ولا تزال صالحة للعمل بصورة أو بأخرى على الاعتبار أنها تضم الشركاء الدوليين بالإضافة إلى الإمارات والسعودية إلى جوار هذا طرحت القاهرة مبادرة وهي مبادرة جمع الصف ووقف إطلاق النار وتحظى بدعم كبير من الجامعة العربية والتحرك المصري مهم في هذا التوقيت القاهرة لم تغب عن التطورات السودانية وكانت هناك دعاوة مصرية بترح مبادرة تحفظ عليها بعض عناصر المكون المدني واعتبروها أنه تدخلا في الشأن السوداني القاهرة لديها بطبيعة الحال مقربتها المباشرة وكان هناك كبول كبير للأمانة تقتضي أن نقول هذا للتحرك المصري أيضا المبادرة الرئيسة وهي الجامعة العربية وبيانها لكن يجب أن نميز في الجامعة العربية واجتماع المندوبين أنه تم على مستوى المندوبين ولم يتم على مستوى وزراء الخارجية العرب بمعنى أن من الواضح أن الأمين العام يتكشف مصاره بمعنى أن يبدأ بالمندوبين إذا وجد تجاوبا من طرفي المعادلة ربما يكون هناك اجتماع طارق آخر على مستوى وزراء الخارجي فبالتالي تدرج المستوى في التمثيل مهم للغاية ليس تقليلا من شأن ما جرى في السودان أنه عقد على مستوى المندوبين لكن البيان الختامي لجلسة المندوبين أمس جاء بيانا إنشائيا عاما لم يتضمن أدوات أو أليات للعمل بمعنى أنه أبقى الأمور مفتوحة وحاول أن يمسك العصى من المنتصف ولم يشكل لجنة لبحث وتحري المواقف لم يرسل مبعوثا لم يقر بعض الأفكار الخاصة بإمكانية تشكيل لجنة التحقيق يعني فيه تفاصيل كثيرة كان يمكن الاعتماد عليها لكن من الواضح أن الجامعة لا تريد الاستضام بأحد وتظل يعني نافذتها مطروحة طبعا حتى الآن حضرتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر